موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حلق حبايبي طلاب التوجيه العدبي بدنا نشرح اليوم روميو أن جولييت بدنا نشرح قصيدة أو زي ما بقولوها المقالة أو قصة روميو جولييت أحسن تعبير لهم في أدب قصة روميو جولييت في هذا في الفيكشن في الخيال تمام يلا خذوا نفس اهدأوا استرخوا ورح نشرح اليوم المقطع الأول منها المشهد الأول كثير سهل إن شاء الله وكثير بسيط بس بدي تتبع معي رح أعلم لك الشغلات المهمة أهم إشي تفهم شو بيصير تمام يلا نبدأ في روميو أن جولييت فيرونا أتالي فيرونا إيطاليا سيرفانس أوف ذا مونتاكو أند كابوليت فاميليز آرفا فايميليز آرفا خدم من عائلة مونتاكو وكابوليت بتقاتلوا في الطريق بنفوليو ماسك سيفو يحاول أن يجعلهم أو أن يوقفهم تمام بالقتال يعني وقف القتال تبعهم أنتر تايبولت دخل وحد اسمه تايبولت أو تيبولت تايبولت طيب تمام يعني ممكن أن أنفض أن الأسماء خطأ تايبولت إذن أنت تتقاتل مع الخدم الآن أليس كذلك بونفوليو وسحب سيفو خارجا تعال وقاتلني وخليني أكتلك أوف طيب هاي موالعة من أولها طيب تمام شو اللي صار حتى الآن خلينا نتبين مع بعض اللي صار إنه في خدم من عيلتين عيلة مونتاكيو وكابيولت شو العيلتين مونتاكيو وكابيولت هذولة زي أسميكم فايتينغ بتقاتلوا في الطريق أجعلك واحد اسمه بونفوليو تمام بونفوليو ماسك هالسيف بدي يوقف قتالهم عن اللي دخل على الخط دخل واحد اسمه تايبولت تايبولت قال أنت بدك تتقاتل مع الخدمة الحين بيحكى مع هذا بونفوليو اللي بدي يوقفهم كانت القاتل معهم الحين والله كماسك سيفه وقال لك come and fight with me تعال قاتل let me kill you خلينا أقتلك بنذوليو I don't want to fight with you أنا لا أريد أن أتقاتل معك I'm just trying to stop these men fighting أنا فقط أحاول أن أوقف هؤلاء الرجال بالقتال يعني بد أوقف قتالهم put your sword away ضع سيفك بعيدا or use it to help me keep the peace أو استخدمه لتساعدني بإبقاء السلام المهم تايبولت هذا اللي دخل على القصة قال لأنت بحامل السيف للخدم بدي أوريك يا بنذوليو بنذوليو شو حكاله قال له أنا ما بدي أتقاتل معك أنا زالما بس يا بدي أوقف القتال بين الخدم ابعد سيفك أو ساعدني خلينا نعمل peace شعني peace سلام تايبولت how can you talk about peace when you are holding your sword كيف تستطيع أنت تتحدث حول السلام عندما أنت تمسك سيفك peace سلام I hate that word أنا أكره تلك الكلمة I hate it as much as I hate all the montagis and you أنا أكرهه بقدر ما أنا بكره كل المونتاجيوز المونتاجيوز يا حبابي منتاجيو هذي اسم العيلة تابعته وإنت steps at بنذوليو with his sword وهاجم بنذوليو بسيفة here take that يعني هنا خذ ذلك شو عمل هذا تايبولت شكله هذا تايبولت حمار تايبولت يا حبابي أجي قال له أنت بتتحدث عن peace إيش عن peace السلام وإنت حامل سيفك ماسك سيفك peace قال كلمة السلام أنا بكره هذيك الكلمة وبكرهها زي ما بكره كل عيلتكو اللي هي المونتاجيوز وإنت بكرهك تمام وماسك هالسيف وبدأ شوف بعض بعض الرجال الكبار من البلدة وصلوا بسيوفهم ليحاولوا ويوقفوا القتال انتر أولد كابيولت وشايف تايبولت وبنفوليو بتقاتلوا ووقفوا أمامه لخدمه أحضروا لي سيفي تمام دخل هاذا كابيولت قال جبوا لي السيف يوم ما شافهم بتقاتلوا لدي كابيولت هاي سيدة كابيولت بتقول له هدي مشان الله هدي now you are too old to fight بيقولك لا انت كبير كثير لا تتقاتل كابيولت شو ماله كابيولت pulls himself away from lady كابيولت سحب حاله بعيدا من السيدة كابيولت there is old montague هناك المونتاجي الكبير he is holding his sword هو يمسك سيفة why should i stand back when he is ready to fight لماذا يجب اني انا اتوقف خلفا عندما هو جاهز ليقاتل to his servants لخدمه bring me my sword i said احضروا لي سيفي انا قلت inter old montague and lady montague تمام montague 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 يعني ما بدي اركز على سام كثير كيف اللفظ بس انك تعرف انه منتاجيو منتاجيو هذول هي العيلة التانية المهم شو اللي صار حتى الحين بس نراجع بقى يا شبابي طوشة بين خدم افهم هيك شو يعني خدم سيرفنس راح علمكم اياه راح علمكم الشغلات المهمة المهم دخل واحد اسمه بنفوليو بنفوليو يا حبايبي واحد من عيلة تمام وحاول يوقفهم بالقتال بسبه المهم شاهدوا انه ماس يعني تاي بولت ؟ تاي بولت هي بالاصله تلطفا قال انت تتقاتل مع الخدمة الحين قال لي تعال قتل ٨ قال لي بنفوليو انا ما بدي اقاتلك قال لي انا ما بدي اقاتلك انا بس بدي اوقفهم بدي تخليل التي بيس ماذا عن ال certificates ؟ قالوا تاي بولت قال لي كيف تتحدث عن البيس كيف تتحدث عن السلام البيس قال I hate that word أنا بكره تلك الكلمة وبكره كل المنتاج تمام بكرهكم وبلشوا في بعض الطحن المهم أجا كابيولت الكبير الختيار شافهم بتقاتله قال لك هات السيف شكل الختيار كمان مشطب زيه زي ايه زي اتنين قال لك هات السيف المهم المرة قالت لهدي وكابيولت شو قال قال ايه بعدي وبلش في ايه قتال قال جيبه ايه قتال دخل المنتاجي والليدي منتاجي هيدخل انو المنتاجي الكبير والسيدة منتاجي قال لمنتاجي شو يعني شخص شرير كابيولت يعني انت شرير يا كابيولت لزوجته التي تحاول انت ايه تمسكه بالخلف او توقفه لا تتمسكي بي تعيني اذهب لا انت سوف تظلون انتر برينس اسكالاس ودخل الامير اسكالاس المهم بعد كل هالمطحنة شو دخل لبرينس اسكالاس وصار يصوت فوق ضجة القتال استمعوا لي انتم اعداء السلام يعني ما الشيء الفضيع انك تتقاتل مع جيرانك شو هالشيء الفضيع اللي بتعملوه لا احد سمع الامير او يسمع الامير والقتال يستمر يو ذير انت هناك شاوتينج مور لاودلي وصرخ مور لاودلي يعني بصوت اعلى تمام يو من انتم رجال يو انيمالز انت حيوانات هل تستطيعون فقط انك تخرجوا النار اللي في غضبكو بالدم لازم يطلعوا يعني غضبكو بالدم اضعوا سيوفكم بالأرض تحت واستمعوا لاميركم الغاضب او انا سوف اعقبكم كلكم الرجال اخيرا سمعوا الامير واوقفوا القتال الامير يعني التف بغضب لكابيولت ومونتاكيو هذه المرة الثالثة التي تتعلموا في النار لسبب ان تتعلموا بشيئاتك هذه المرة الثالثة اللي الناس تتقاتلوا في الطرق بسبب جدالاتك السخيفة شاني سيلي سخيف انتم كسرتم السلام لبلدتنا ثلاث مرات وبيأشر للرجال الكبار من البلدة انظر على هؤلاء الناس هم رجال كبار يعني هم لم يلتقطوا سيوفهم لسنوات يعني محدش رفع سيفة او مسك سيفة لسنوات and now they have had to use them again to stop you fighting والان هم اضطروا انهم يستخدموهم مجددا ليوقفوا قتالكم if you ever cause trouble in our town again اذا عمرك سببت المشاكل في بلدتنا مجددا i will punish you by death انا سوف أعقبكم شعني death بالموت capiolet come with me now حكا مع الكابيولت الكبير تعال معي الحين montague come and see me this afternoon تعالوا شوفني في هذه العصريات everyone else can go كل واحد اخر بقدر يروح شو صار هون شو صار هون في الاكت وان في المشهد الاول يلا جيبوا دفاتركم نجيبوا كتبكم خلينا نعلم الاشي المهم والاشي اللي بهمني خلينا نشوف كيف بدنا نعرف وصل طلاب الادبي اللي بتكون الانجليز عندهم الضعاف ما بعرفوا يترجموا ما بعرفوا يسووا اشي يعني ديروا بالكم كثير اشي مهم انك توخذ الكلمات الاساسية اللي راح تنسئل عنها والباقي يعني كلمات مش اساسية يعني خلينا نقول انا راح اقرب لكم قديش انا بقدر راح اضيكم الملخص بس هذا لا يعني لا يعني يا حلوين ان انا بس الاسئلة هاي اللي ممكن تيجي على القطع ممكن تيجي كلمات اكثر من هيك بكثير بدا يكون عندك مفردات قوية بس انت بتاخذ يعني اكبر قدر خلينا نقول من المعلومات اللي تقدر تستفيد منها تسهل عليك الامور نقسم لك الاشي لقطع ضعيب اوكي نتبا اوكي 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 طيب ياضي نشوف ياضي نشوف كما من رأيييييش صار دعنا نعلم على الكلمات المهمة يلا علمها ما عيش تاكيف يلا يا حلوين أول شغلة بديك تعرف شو اسمها العيلتين منتاجه هاي اسم العيلة الأولى والكابيولت أو الكو الكابيولت صح أو الكوبيولت كوبيولت كابيولت هاي اسم العيلة التانية هذول العيلتين في عندهم السيرفنت شو مالهم السيرفنت الخدم الخدم شو مالهم هذول معناهم خدم فايتينج فايتينج بدك تحفظه شعني فايتينج يتقاتل شعني فايتينج يتقاتل المهم انو دخل يا حلوين دخل واحد اسمه بنفوليو هاي اول شخصية عندنا بنفوليو أو بنفوليو تمام دخل حاول شو ستوب ذيم شعني ستوب ذيم دير باك تفهم القصة ستوب ذيم حاول يوقفهم يقاتلوا وانو اللي دخل في القصة هاي دخل واحد اسمه تاي بولت تاي بولت دخل في القصة كمان يوم ما شايف بنفوليو الحين تاي بولت هذا حمار الزلمة ولا بيفهم ولا بيستوعف يشمخ شاب فضاكة بدي يهديهم فكروا جاي يضروب الخدم ادخل هضاك قال له هاي يعني انت يعني انت يعني انت بتقاتل مع الخدام يعني انت بتقاتل مع الخدام يا بونفوليو ومسك سيف طال السيف شو يعني سورد شعني سورد اوت يعني السيف برا حمل السيف برا كمان فايت وثمي شعني فايت وثمي تقاتل معي وقال شو كيليو شعني كيليو الزلمة بدي يقتل شعني كيليو يقتل بدي يقتلو هذول بتعلمهم تمام المهم عجب بونفوليو رد علي هاي بونفوليو عاود رد علي الشخصية قال له يا الزلمة انا ما بدي اتقاتل قال له انا لا اريد اني اتقاتل معك انا بس بدي اوقفهم هذا الحكي احنا فاهم انه بدي اوقفهم حكا دبناها بالزهري شو قال له سورد اوي ابعد سيفك ابعد او خليني شو اعمل بيس شعني بيس بيس كلمة مهمة سلام خليني اعمل سلام المهم تاي بول زي ما قولنا الزلم هذا بيفهمش قال له كيف انت بتحكى عن البيس وانت هولدينج السورد تبعك شعني هولدينج تمسك سيفك كيف انت بتحكى عن البيس قال له بيس اي هيت ذات وورد شعني بيس اي هيت ذات وورد السلام انا اكره تلك الكلمة او هاي كلمة مهمة شعني هيت ذات وورد انا اكره تلك الكلمة وبكرها زي كل المونتاكيوز يعني تاي بولت الحمار هذا من اني عيلة بالعقل من عيلة الكابيوليت هذا من الكابيوليت تاي بولت وبونفوليو من المونتاكيو تمام قال له بكره هم وبكره هاك وبلا شوف بعض خبط هاي هجم عليه بالسيف السورد بالسيف طب المهم انا اللي شاف شافوهم رجال كبار ووصلوا بسيوفهم حاول ستوب ذيم فايتنج هاي اولد من شعني اولد من رجال كبار وستوب ذا فايتنج حاول يوقفوا ايه القتال انا اللي دخل الحين دخل انا شخصيتين اجداد طلع القصة ما اسهلها مش اشي صعب عمر الروميو جمليات ما كانوا اشي صعب راح تشوفو كابيولت الختيار مين كابيولت الختيار ختيار الكابيولت وليدي كابيولت السيدة كلابعت الكابيولت دخلو المهم الزلمة هذا شاف القتال بطل في مخ قال what's all this noise about شو كل هتضج عن شو شو المهم شاف تايبولت وبينفوليو فايتنج واول ما شافهم قال على طول حكى للخدم قال جيب السورد شعن السورد السيف جيب لي السيف المرة شو بتقول له الليدي قالت له مشان الله هدي هذول شكلهم عرب اصولهم عربي كابيولت تمام في شمخ طيب هولدنج هم باك قال له هدي قال له انت كبير كثير انك تقاتل يعني انت ختيار تقاتل المهم عجل كابيولت الزلمة سحب حالة بعيد منها وقال له هناك ايه الاولد منتاجيو يعني هناك المنتاجيو الكبير ختيار العيلة التانية قال له ماذا معني هاي المنتاجيو التاني شو قال له حامل سيفه قال له مدامه يعني شو جاهز للقتال يوم ما شافه هيك هذك الختيار التاني حاملت شيفه قال لك خلاص برينج مي ماي سورد هاتو سيفي اي سيد انا اللي دخل دخل الاولد منتاجيو الختائر هذوله شطب دخل المنتاجيو الكبير والليدي منتاجيو شو عمله قال له يو فيلين شعني فيلين شرير انت واحد شرير يا كابيولت المهم قال لزوجتها اللي بتحاول تسحبها قال لا يبعد عني خليني بدي اروح اللي قالت للا راك نظلك هان المهم شافوا هالقصة هاذا حاملها السيف هاذاك حاملها السيف والختائرة بدهم يطبوا في بعض وهم ختائرة ودخلوا ازلام الكبار اللي هي من المدينة ويطولوا كل اشي اقول لي اجا اجا لبرينس مش بقولوا برينس يا برينس شان برينس الامير اسكالس لامير اسكالس شاوتينج على القتال قاعد يصوت شعن شاوتينج يصرخ علمها شاوتينج على الفايتينج قاعد يصوت على القتال قلهم استمعوا طلع بيس قديش عادت بيس يا سلام اعداء السلام بيس قديش بيس قديش بيس قديش بيس قديش بيس قديش بيس قديش الامير طيروا النار الغضب اللي جواكو بالدام قال السوردز داون السيوف ارضا وقال استمعوا لي طيب شو حكا كلهم وقفوا قتال والمهم لبرينستر انجول للكابيولت والمونتج المهمة كبه مرة الطاقة شو بقولهم ثالث مرة الناس اتقاتلت في الطريق بسبب السيلي ارغومنت شعن السيلي سخيف شعن السيلي سخيف ارغومنت جدالات جدالاتكو السخيفة كسرتو البيس ثري تايمز ثلاث مرات وحتى ايه اشعر على الاججار الكبار قال اطلع على هذول الناس العولد من وعمرهم مش حاملوا السيوف لسنين والحين خلتوهم ايه يحملوا السيوف المهم قال لهم اذا بتحيدوا الاشي هاذ اي ويل بانيشو باي ديث شعن اي ويل بانيشو باي ديث يعني انا سوف أعاقبكم بالموت انا سوف أعاقبكم بالموت يعني بدأ اقطع روسكم كابيولت تعال معي عالحين ومونتاجيو قال لهم بتجينا على الافترنون يعني على الاصريات والباقي زحلكم هاي هي السين الاولى كمان مرة المرة العاشرة افهم فيه ما بتتعبش ويحفظ الكلمات اللي حكيت لك عنها وما بتتعب هاي قلنا عيلتين مونتاجيو وكابيولت فايتنك بتقاتلوا دخل واحد اسمه بونفوليو بونفوليو من مين من مونتاجيو المهم بونفوليو ماسك سيفه وقال بدي اوقف قتالهم هندخل تايبولت تايبولت شافه حامل السيف قال لك هذا ايه بدي ايه يتقاتل مع الخدم مسك سيفه وطبه في بعض بونفوليو قال لها انا بدي شو بدي اوقفه حط سيفك بعيد وبدنا نخلي البيس شعني بيس سلام قال لها بيس قال لها انا هذا الاشي اصلا بكره الكلمة هذيك بكره وبكره كل المنتاج شافه الرجال الكبار أقار ووصلوا حوالي وقفه القتال بسيوفهم الرجال الكبار دخلوا ويوقفوا القتال بسيوفهم دخلوا الختير واثنين من عائلة الكابولت الحج والحاجة شافها الشوفه قال لك ابعد هات الخدم قال لك هات السيف المرة قالت له هدي انت الختيار ان تقاتل شافوا الختيار التاني حماي للسيف قال له هذا ready to fight جاهز ان يقاتل قال لك هات السيف أجل مونتاكيو قال ليو فيلن انت شرير وبدأ نشوف بعض بيدهم يطبوا المرة بتقول له هدي والمرة هذيك بتقول له هدي و أجل برينس الأمير قاعد شاوتينج يصرخ قال انتو اعداء السلام قال لكل يعني طلعوا النار اللي جواكو بالبلد يعني بلد بالدم حطوا السيوف تحت وقال هاي ثالث مرة بتتقاتلوا بتكسروا السلام بسبب جدالاتكم السخيفة شو قال قال اذا بتعدوها أنا سوف أعقبكم بالموت بتقول لي بس هذا هو لازم أحفظه بقول لك نعم بس هالكلمتين اللي أعلمت لك إياه بس ست سبع كلمات وافهم القصة فهم والعمرك بتتعب طيب بتقول لي يلا بنا الأسئلة تبعدتهم بقول لك منعيوني هايهم صفحة ثلاثين على الاكت وان صفحة ثلاثين اتحملوني ثانية يا حلوين هل هناك شيء في الدنيا بلزم انك تحفظه افهم فهم ما بتتعبش وإذا انت ما بتفهم والعمرك يعني خلينا نقول بتمشي أمورك بمشي أمورك بمشي أمورك طلع على هذا المشهد صفحة ستة وصفحة ستة واربين و سبعة واربعين مجددا بعدها أجيب الأسئلة هل تعتقد ان تاي بولت هذا الحمار تاي بولت هذا الحمار تاي بولت عن جد تاي بولت يعني أسائل فهم ان شو بيعمل بنفوليو لا طب ليش لان هذاك قال لان بدي أوقف قال لحط سيفك بعيد قال لان بكرهك كلمة انا بكرهك لا لا هو ربما يبحث عن عذر للقتال لو حطيت نوع لان قال لان انا بكره السلام وبكرهك وبكره كله وهذا شو دليل تاي بولت يا حلوين كان مهم صدق ما نوع الشخص اللي تاي بولت يبدو أن يكون ما نوع الشخص اللي تاي بولت يبدو أن يكون شو بيكون نوع تاي بولت بفهم عدواني ولا صديق يعني ودود عدواني كلمة مهمة لازم تحفظها ماذا أنت تعتقد حول الطريقة اللي يوم ما شاف السيد كابيولت والسيد مونتاق هذول الختيارية يوم ما شافوا القتال كيف ردة فعلهم كانوا؟ هل كانوا بريف شجعان وايز حكماء سيلي سخيفين ولا فاني مضحكين؟ لا كانوا سيلي سخيفين ليش كانوا سيلي؟ لأن كل واحد في مهبل ختيارية و بدهم يكتلوا بعض ما كان اشي لا شجاع ولا في حكمة ولا كان اشي مسلي كان اشي سخيف كيف سيلي سخيفين كيف الأمير وصف الرجال وصفهم بالحيوانات أو الأمير شايفين كيف يفهم القطع يا حلوين لماذا هو غاضب كثير؟ لماذا هو غاضب كثير؟ لأنهم كسروا الأشياء ثلاث مرات لأنها هي الثالثة قتال في الطريق لأنها هي الثالثة لأنها هي المرة الثالثة التي كانت في قتال في الطريق بسبب جدالاتهم لأنهم يتكلمون كل واحد في المدينة هذه المتكلمات لا مهمة يعني هما يزعجوا كل واحد في المدينة خلاص بس الجواب الأول السطر الأول ماذا هو قال هو سوف يفعل إذا هما تقاتلوا مجددا شو قال لبرينس إذا هم تقاتلتوا مجددا قال موت موت بدأ يعدمهم هو سوف يعقبهم بالموت ماذا تعتقد أنه سوف يقول لك مونتيجو برايفيت ماذا أنت تعتقد هو سوف يقول لك بيولت ومونتيجو برايفيت الله أعلم هذا سوف نرى في المرة القادمة برايفيت 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 إنهم لازم يوقف القتال أو هناك سوف يكون عواقب وخيمة جدا عواقب جدية جدا برايفيت يعني القصة الأولى برايفيت برايفيت ولكي قرأ ماذا حدث تاليا بعد أجب الأسئلة بالأسفل طيب هنا تنقرأ اللي حدث ثانيا يعني أنا ما بدي أخرب القصة حاب أننا نأخذ كل بحصة لحال ونراجع السابق وبعدها نكمل يعني الأسئلة كلهم طيب هاي إن شاء الله تنكمل extract two إن شاء الله منشوف القطع التانية إن شاء الله يعني هاي الاكستراكت الأول إن شاء الله المرة القادمة منشوف شو صار وبعدها إن شاء الله extract three وبعدها بيكون الفصل الأول شو مارو يا حلوين خلص يعني بس كمان حصتين ولا أسهل من قطعة روميو جوليت قطعة روميو جوليت يحباي بحبل وراح تشوف أنها هبل بس يفهمها فيهم واحفظ الكلمات اللي بحكي لك عنها هي الكلمات المفتاحية وإن شاء الله نجيب علامة كاملة تمام يا حلوين ما بدي أطول في أسئلة كثير إضافية راح نكتبها على القطعة بس إن شاء الله يرنم خلصينهم كلهم لأنني أنا حاب تشوف القطعة ككل وبعدها أسألك الأسئلة ككل عشان تكون عن جد واضح الصورة كاملة شو صار شوفكم شو الله في درس قادم سلامات يا حلوين ديروا بالك على حالك وإلى اللقاء نعم أمان